أولى لإجراء تخصيص تمويل البلديات على مستوى ولاية كورغول في إطار المكونات الأولى من برنامج دعم التنمية الاقتصادية المحلية المتضافرة والبلديات والمبادرات البلدية تهدف إلى تمويل البنى التحتية الأساسية ومشاريع التنمية الاقتصادية في جميع بلديات الولاية إجري تنفيذ هذا البرنامج الذي يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان في وقت تلتزم فيه الحكومة الموريتانية أكثر من أي وقت مضى بتفعيل الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك ويتجسد هذا الالتزام في اعتماد الاستراتيجية الوطنية اللامركزية والتنمية المحلية ضدلا عن إنشاء المجلس الوطني للامركزية مما يؤكد بما فيه الكفاية إرادة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد والشيخ الغزواني المتمثلة في برنامج تعاهداتي برنامج دكليك الذي يتبع في مقاربته اللامركزية في صنع القرار والتنفيذ على مستوى البلديات سيعتمد في مرحلته الأولى من التدخلات على مستوى بلديات الولاية البشاري عددت الطابع التعليمي والصحي حيث سيجري ترميم 36 مدرسة بالإضافة إلى مركزين صحيين جميع البلديات في الولاية التخالفين طبيعة التدخل جميع الخدمات الأساسية سواء المياه وتعليم والصحة والبيئة والقطاعات الثانية كاملة الأولوية اللي في صميم صلاحيات البلديات إذن يتدخل بجميع القطاعات هذه المرحلة الأولى اخترنا فيها أولوية التعليم نتيجة الحساسية ونتيجة الحاجيات الكبيرة في هذا المجال يأكلنا البونة التحتية الموجودة تعود على مستوى معين من الخدمات من الجودة خلال الاجتماع تابع الحضور عروضا ثانية حول سبيل الاستفادة من البرنامج وطبيعة تدخلاته وجدوائيتها كما بيّنت العروض سعي البرنامج من خلال مكوناته إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان انسجاما مع الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك عبدالله صوفي قناة